اشماعة التي يعلق عليها جميع الخروقات الامنية في العاصمة بغداد رفقة مناطق حزام بغداد هذه المناطق التي بدأت تخطيط لتهجير اهاليها منذ عام 2003 بحجج طائفية لا اساس لها من الصحة خلال الايام الماضية تمكن حجد اهالي الطارمية المسمى حجد ابراهيم العبدو من الاطاحة بوالي الطارمية وعدد من معاونه في عملية امنية نوعية على اعلى المستويات وحسب معلومات ووني ميوز فان العملية خطط لها حجد الطارمية بعد القاء القبض على احد اعضاء خلية داعش في المنطقة وبعد تأكد من المعلومات قامت مجموعة من عناصر حجد العبدو بمداهمة اجتماع الخلية وقتل جميع المتواجدين في الاجتماع وبعد تنفيذ المهمة تعرضت المجموعة الى نيران قناصين ادت الى استشهاد واصابة عدد منهم بعد ذلك جاء دعم قوات الجيش التي كانت على علم بالعملية للمجموعة وتمكن الجيش من ملاحقة القناصين اعقبه وصول القائد العام للقوات المسلحة الى المنطقة الملاحظ في هذه العملية ان هيئة الحجد الشعبي اعلنت ان الحجد العشائري نفذ العملية دون ذكر الجيش فيما ذكرت خلية الاعلام الحربي ان الجيش نفذ العملية بمشاركة الامن الوطني دون ذكر الحجد الحجد طبل وهلل ونسب العمل لتخطيطه ويبدو ان هذا الامر لم يرضي الكاظم خاصة وان للفصائل الولائية غايات في هذه المناطق تتمثل باخلائها من سكانها على طريقة جرف الصخر الايام المقبلة ستشهد مزيدا من التوتر بين الكاظم وفصائل الحجد خاصة وان التحقيق في هجوم اربيل قد وصلت الى الفاعلين وانهم موجودون في بغداد يبدو ان الدائرة ستدور على من اراد بالعراق السوء ومن سعى الى ذلك ومن ساعده ليس ببعيد عن الجزاء